السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشام وهذا فيديو المزايا والحركات المخفية الموجودة في جهاز الوان بلس ايت برو بالنسبة للناس المهتمين بأجهزة الوان بلس سننزل فيديوهات عن مزايا وحركات مخفية في السيكس والسبن والسبنتي فممكن تشوفها وحتلقوها في وصف الفيديو ادناه بالنسبة الناس مهتمين بالشراء هنخلي رابط الشراء بالنسبة للمتجر البريطاني والامريكي ولواني ننصح بالمتجر البريطاني اللي اني ما عندي معه خلفية من قبل ايضا بالنسبة لي الناس اللي حتشوف الفيديو اليوم ياريت تقولولي على افضل حركة عجبتكم في الفيديو في خلال التعليقات وايضا تقولي لو تبقوا نديروا فيديو تاني للوان بلس ايت برو او لا وكالعادة ياريت تدعوني بشير لايك وسبسكرايب ايضا ياريت تابعوا على تويتر فيسبوك وانستغرام ومن غير ما طول عليكم لنبدأ فخلينا اول شي نبدأ بالاشياء اللي ممكن تديرها لما تكون شاشة الجهاز مقفلة بالطريقة هذه لو ضغطنا على زر الطاقة مرتين هتفتح معانا الكاميرا ايضا في الشاشة ممكن انت ترسم خمسة حروف وكل حرف ممكن يدير وظيفة معينة فعلى اسب بمثال اني الخمسة حروف حددتهم كالتالي لواني ارسمت او هيفتح لي الكاميرا عن طريق السيلفي مود لواني ارسمت الاس مفروض يفتح لي الكاميرا على الفيديو على طول ايضا ممكن انت ترسم حرف الفي على اسب بمثال يفتح لك الفلاش وتسكر عن طريق الفي ايضا ممكن حدد تفتح تطبيقات معينة اني حغلية الام يفتح لي تطبيق اليوتيوب فاني لو رسمت ام سيشوف لي واجه سيتعرف علي على طول ويفتح تطبيق اليوتيوب على طول فالاشياء هذه ممكن كلها تديرها والجهاز مسكر باش انت توصل لتطبيقاتك بكل سهولة ويسر ثم نوريكم طريق التفعيل الاشياء هذه خلينا نوريكم عني حاجة ثانية او طريقة اخرى لتفتح بها التطبيقات من شاشة القفل كما انتم شايفينها هنا طبعا في علامة البصمة لو نضغط على علامة البصمة مطولا المفروض انها تعطيني خيارات نفتح بها مجموعة التطبيقات فخلينا نجربه نضغط نستمر في الضغط كما انتم شايفين اني حددت التطبيقات هذه لاني نستخدم فيها بكثرة فاني ممكن ناخد ملاحظة جديدة ممكن ندخل حاجة على التقويم نفتح الانستغام الفيسبوك او الكروم وزوج ما اني ندير الريليز على طول يفتح معي فهذه ايضا حاجة ثانية ممكن تستخدمها وهذه واحدة من الحاجات اللي نحبها بصراحة في الاكسجين او اس واول ما شفتها شفتها مع الوان بلس وبعدها تقريبا حتى شاومي قلدتها في الموضوع هذا وممكن تفتح تطبيقات عن طريق الضغط المستمر على زر البصمة الآن خلينا نشوفوا كيف نفعلوا الاعدادات الاولى نمشوا لي الاعدادات ننزل تحتها كحاجة اسمها الازرار والايماءات وبعدين الايماءات السريعة هذه الحروف اللي كلمتكم عليها الاو والفي والاس والام والدابليو زي ما انتم شايفينها هنا انت تحدد ما انتبه على اسم المثال الدابليوني مش محدد فيه ولا شيء لو ضغطت عليه فنشوف الخيارات هنا فتح الكاميرا فتح الكاميرا امية تسجيل فيديو او ان هي تفتح واحد من التطبيقات اللي موجودة عنا فلو على سبيل المثال خليناها لينكتن فمجرد من ينضير دابليو هنا مفهود يفتح معي لينكتن هناك حاجة حلوة فعلها لقطة شاشة من ثلاثة اصابع فلو اسحبت بالطريقة هذه هياخذ لقطة للشاشة الآن بالنسبة للضغط المطول على زر البصمة فترجع للخلف تنزل تحت لحاجة اسمها الادوات المساعدة بين التشغيل السريع فهنا زي ما شايفين هو ممكن تتوقف لو ما تحبهاش الميزة هذه او ممكن تفاعلها بعدين تمشي لاعدادات الاختصارات زي ما شفتوني حاط ملاحظة جديد لحاجة الجديد انستغرام فيسبوك وكروم ممكن انت تضيف اي اختصار جديد على سبيل المثال نضيفه مثلا نشوفه اي حاجة هنا طبعا هذي الادوات اللي ممكن انت تستخدمها او ممكن انت تفتح تطبيقات لو تدبي فهذا الشيء يرجع لك فممكن نفتح على سبيل المثال البيبال فلو ضغطنا من جديد هنلقى ان البيبال انضاف لاخر غير ايضا واحدة من المزايا الاكسجين او اس جديدة هي زي ما انتم شايفين ان لو سكرت الجهاز وفتحت الوال بابر تتحرك وهذه بصراحة شكل حلو جدا ليس هذه احسن واحدة عندي سوف نوريها لكم لو شيتوا للاعدادات هذه الخلفيات اللي فاها العلامة هذه هي خلفيات متحركة نشوف ان هذا احلى واحد فيهم صراحة فنضغط على اوكي ويقولوا انتم شرائكم فاني لما نتذكر جهاز ونفتحها من جديد يجب الحركة الحلوة كل شي رأيكم فيها طريقة اخفاء التطبيقات في الوان بلس ايت برو هي حاجة قريبة على المنطقة الخاصة الموجودة في اجهزة هواوي مش بنفسها بالظوت ما زالت اجهزة هواوي لحد ما احسنها منتقدمة في الناحية هذه ولكن حتى الوان بلس تكضيتها بطريقة حلوة وخفيفة وابسط من الهواوي فانت كيف تريد تطلع تطبيقات المخفية انك انت تسحب بالطريقة هذه على الشاشة تسحب بالطريقة هذه لما سحبتم بالطريقة هذه يقول لك دخل كلمة مرور لتبي تشوف التطبيقات المخفية فهي بدخل الكلمة مرور واني اخفيت الفيسبوك الواتس اب والمتروبانك عن التطبيقات فاي حد لو جيفتح جهازي مثلا ويمشي للتطبيقات مش حيلقى الفيسبوك ولا المتروبانك ولا الواتس اب واتس اب مفروض يكون في النهاية حتى لو بحثت عليهم مثلا فيسبوك مش حيطلع عليش لانهو تطبيق مخفي فالتطبيقات مخفية ما تكونش ظاهرة في القائمة هذه ممكن تفتحها بالسحبة اللي قلت لك عليها او انك انت هتفتح قائمة التطبيقات وبعدين تمشي من اللي صار لليميد بالطريقة هذه تمشي بالطريقة هذه يقول لك دخل كلمة مرور باش تشوف التطبيقات المخفية ندخلها وبعدين يطلعوا لي التطبيقات هادم وما فيش حد يقدر يوصل لهم الانين لانينين نعرف الكلمة السرية ممكن طبعا انت تتفاعل كلمة السرية عن طريق ضغط على الانسرة الثلاثة هادم في الاول حيكون مفيش كلمة سرية فانت تضغط عليها وانديرها ولو انت متبهاش متمن ممكن اتعطل كلمة المرور ففي الحالة هذه حيكون التطبيقات مخفية ولكن اول ما تسحب يطلعوا لك على طول مرة ثانية لو ننسى تسحبت هكي بعدين على اليمين حيطلعوا لك التطبيقات المخفية على الطول فالافضل انك انت طبعا اتعين كلمة مرور لو انت متنقررت انك انت ترد التطبيقات هذه التطبيقات تقوم بتضغط عليها مطولا وبعدين تقول اظهار لما تقول اظهار يختفي من مساحة الاخفاء ويطلع معانا هنا فلو بحثنا على تطبيق المترو مفروض تلقاها عندك هنا الان وقف الفيديو شوية ولو عجبتك الحركة هادية ما تنساش تشترك في القناة لما كنتش مشترك وايضا تعطيني اللايك ولو ما عجبتك اعطيني دسلايك وانيحة نرضى به ايضا الامكانية انك انت تقفل التطبيقات بكلمة مرور فلو مشينا لي الاعدادات بعدين مشينا لي الادوات المساعدة واحدة تقفل التطبيق تفتح عليها وايضا تختار كلمة سر فلنفترض ان اخذنا كلمة سر بعدين اضافة تطبيقات ان نختاروا اي تطبيق انستغرام على سبيل المثال اضافنا الانستغرام فالهو بحثنا على انستغرام وفتحناه يقول لك اندخل الرقم السري بشنيد لنفتح لك التطبيق اندخل الرقم السري وبعدين يفتح معلك التطبيق ايضا ميزة جديدة اسمها موجودة في الاندرويد واول مرة رأناها طبعا في جهاز البيكسل فور اكس ال اللي اعرضتها من قبل على قناتي وسأخبركم الرابط في اسف الفيديو لو انتم مهتمين ميزة تعرض لك لأي فيديو معروض على الشاشة فعلى سبيل المثال ويمشيت لي اليوتيوب فتحت فيديو باللغة الانجليزية وهي طبعا مثلا لنفترض لغتي الانجليزية يعني مش قوية ومحتاج تضغط مرة واحدة على رفع او خفض الصوت وهنا يطلق لك الـ على الطول يبدأ الجهاز يبدأ يطلع لي في الكلام اللي يقول فيه الشخص هذا سيطلع لي ويمكني طبعا نحرك سبتايتلز وين ما نبي ولو لي متى ما نبيش نضغط مرة تانية على زر رفع او خفض الصوت ونلغي وزي ما انتم عارفين شركة كانت في الاول تركز فقط على الاداة ولكن في الـ 8 Pro ركزت ايضا على الشاشة فلو مشينا لي اعدادات الشاشة هتلاقي انك انت ممكن توصل الـ الـ 120 هرتز حاجة زي اللي موجودة في السامسونج جالاكسي اللي مشيت انت لي الشاشة ومشيت لي متقدم وهنا معدل تحديث عندك خيارين مية وعشرين ستين ثمانية لنشوف تسعين ولكن هذا هو المتوفر الستين او المية وعشرين اللي ميز الـ One Plus 8 Pro على الـ S20 Ultra انك انت ممكن تشغل المية وعشرين حتى لو كانت الدقة Quad HD Plus فانت لو فعلت Quad HD Plus حيستمر معاك المعدل One 20 وهذا الشي مش موجود في الـ S20 Ultra انك انت لو حطيتها مية وعشرين حينقص لك الدقة لـ Full HD Plus لو انت مشيت وعدلت Quad HD Plus ننصك انك انت تغير هذه توفير الطاقة تلقائبة حيث ان الجهاز هو متلا ما يستخدمش او متلا التطبيق ينتستخدم فيه ما يحتاجش دقة عالية فممكن ان ينقص هو الدقة بشي حافظ لك على البطارية لو رجعنا للخلف ممكن انت تدير هايد للبنش هولي موجودة هنا فمنطقة العرض ممكن انت تخفيها الكاميرا بحيث انه يحط لك يعني حافة كبيرة ولكن اي ما نصحش بها ممكن في بعض الناس تفضلها الله واعلم خلاها بالطريقة هذه يكون احسن ايضا في اعدادات الشاشة ممكن انت تمشي لي تأثير الانوال النابضة بالحياة الاحترافي وسلاسة الرسومات متحركة هذه الاشياء فقط موجودة في الـ 8 Pro فهذه نصح انك انت تفاعلها لان هي زي ما انتم شايفين هني كيف سموت المقطع بينما هني تحس ان هو يعني يتحرك بسلاسة اقل من الموجودة هني فانت ممكن اتفاعلها وزي ما يقول لك هني ان الميزة هذه فقط تدعم التطبيقات اللي هي موجودة تحت نتفليكس اليوتيوب ومعرض الصور فهذه الميزة ممكن انت تتفاعلها وممكن حتى تتفاعل اللي قبلها فبالحلية انها متفاعلها تعطيك الوان حلوة بالفعل الشاشة الجهاز ممتازة جدا ويدارك نصح انك انت تجرب جميع الاشياء هذي بيش تحكم علىها الشاشة بصفة افضل ايضا لو تبي تفاعل الـ Always On Display في جهاز One Plus 8 Pro تمشي للإعدادات تمشي للتخصيص بعدين هنا تختار نمط الساعة وتختار مجموعة من واجهات الـ Always On Display بصراحة ليس خيارات كثيرة ولكن هذه الخيارات الثلاثة التي ممكن تختار مابيناتها هنا حركة بصمة الأصبع ممكن انت تغيرها ايضا بالطريقة التي تحبها ايضا 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 هنا في عندنا Horizon Light لم تأتيك سائل المكالمات الشاشة تضيء في الـ Edge فممكن انت تفاعلها لو تحبها هنا ايضا ايضا انك انت تغير على وضع بصراحة اني مستقر بالليش حطوه هنا عادة مفروض تنزل تشغيلة الاشعارات وتلقاه موجودة هنا ولكن بالفعل صعب انك انت توصل الـ Dark Mode او الوضع الليلي في الـ One Plus 8 Pro هم بسمينا الوضع الليلي هنا تحت الشاشة ولكن هو بصراحة مش الوضع الليلي انما هو الوضع اللي يخليلك الشاشة لحد ما صفرة ويقلل من الـ Blue Filter فهذه ننصحك بها ايضا ان هذا افضل لعينك على المدى الطويل ولكن يتكلم عليها الان هو الـ Dark Mode او الوضع الليلي اللي يخليلي طبعا الشاشة كلها باللون الاسود فهيتلقاها في التخصيص بعدين تمشي له الاسلوب وهنا يعني ثلاثة خيارات تختار منهم الوضع الداكن وبعدين تضغط على اوكي وبعدين يتحول عندك الجهاز الى وضع فالاشعارات كلها بالاسود والاعدادات بالاسود وايضا حتى بعض التطبيقات الآن لو في تطبيقات ماكنتش بالوضع الداكن فانت ممكن تمشي له الادوات المساعدة مختبر الـ One Plus تمكين اسلوب الضلام في تطبيقات اكثر فهنا يقول لك التطبيقات هذه ممكن نرغمها يعني انها تكون بالوضع الـ Dark Mode فالواتس اوب نصحك انك انت تفعلها لان الوضع الليلي افضل من الوضع العادي ايضا نعلم بعض الناس يحبوا انهم يضغطوا مرتين بيش يقضوا الشاشة فانت ممكن تفعل الميزة هذه عن طريقة ذهاب الى الاعدادات الازرار والايماءات الايماءات السريعة وبعدين هنا في حاجة اسمها اللمس مرتين للتنشيط ممكن تكون مش مفاعلة فانت فاعلها ايضا يمكن انك انت تضغط مرتين على شاشة وهي تشتغل بيش انت تتسكرها فلتفعيل الشي هذا تضغط بالطريقة هذي يمشي الاعدادات الصفحة الرئيسية وبعدين اللمس مرتين للقفل لو انت مش نفاعلها مش هيصير شي طبعا ولكن لو انت فاعلتها مجرد انها تضغط مرتين تقفل الشاشة اجهزة الوان بلس معروفة علىها طبعا السرعة والاداء فبصراحة الجهاز رهيب يكي في سرعتها او ما تفتع تطبيق حتى لو تاخد مثلا سكرينشوت شوفوا السرعة بس على طول حسيت انه هو اسرع بصراحة من اجهزة الثانية في سكرينشوت فعما الجهاز سريع لو انت بيه يكون اسرع ممكن تنقص الانيميشن الموجودة فيه فتمشي لي الاعدادات تنزل تحت النظام بعين سهولة الاستخدام وبعدين تنزل تحت شوية يزال تصور المتحركة شوفوا شو يصير الان الجهاز لا يوجد اي انيميشن على طول الجهاز تمسك على طول يتحرك معك طريقة مخيفة بصراحة فلو انت بتجربها تجربها ممكن تجربها فترة بسيطة اني لما جربتها لم تحبته ولكن يخليك الجهاز اسرع مما هو عليه بالنسبة لتسجيل الشاشة بالفيديو تسحب شوية الاشعارات للتحت تمشي مين تلاقي حاجة اسمها مسجل الشاشة تضغط عليه قوم تتسجل ممكن تتغير بعض الاعدادات معدل بت عدل اطارات الدقة مصدر الصوت وما الى ذلك ولو ما انت تكون هابي هو الاشياء هادي انك تضغط على زر التسجيل ويبدأ يسجل معاك وبعدين توقف التسجيل وممكن طبعا تدير حدف لاني بصراحة مش مهتم به حاليا ايضا في ميزة هي سكرين كاس انك انت تتبعد شاشة جهازك الى شاشة التلفزيون من نفس المكان تسحب تمشي مين هتلقاها موجودة عندك بث شاشة لو ما لقيتها تضغط على في العادة هتلقاها موجودة تحت هنا مجرد انك انت اخذها وترفعها فوق هتطلع معاك الان لو انت ضغط على بث الشاشة هيدور على شاشات التلفزيون اللي في البيت وتقدر تقعد شاشتك على التلفزيون كما نزلت فيديو لجهاز برو في بعض الناس سئلوني على كاميراة 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 تفتح تطبيق الكاميرا في الصور الفوتوغرافية تمشي للفلتر كما انتم رأيون البوكس الخاص بال برو لونة احمر كاميراة يخيلك كل شيء باللون العادي اليوم مفيش الوان هو هذا الشيء الوحيد اللي تديرها الكاميرا هذه فجيولي هل معقولة هتستخدمها هذه الله أعلم واخر نقطة هنتكلم عليها اليوم هي زر الطاقة زر الطاقة عندما تضغط على مطولا يفتح لك الجوجل أستيستنت بس الجوجل أستيستنت ممكن تتوصل عن طريق السحب بالطريقة هذه فنشوف انما في جداعي انك انت تضغط عليه لكي يفتح الجوجل أستيستنت ممكن تتخليه يقوم بالمهام الطبيعية ليه وهو اقفال الجهاز فانت تنزل تحت تمشي للإعدادات الأزرار والإيماءات الضغط مع الاستمرار فإذا انتم زيما شايفين هو حاليا على مساعد جوجل لو عندك مساعد ثاني على فكرة مثل الالكسا سيطلع لك هني ممكن تختاره لكني سنختار قائمة التشغيل لكي عندما نضغط عليه مرة ثانية يعطيني قائمة التشغيل فكان هذا فيديو المزايا والحركات المخفية الموجودة في جهاز الوام بلس 8 برو قلولي انتم على أحسن حركة عجبتكم وأيضا قلولي لو انتم تبقوا فيديو ثاني انكمل فيه مجموعة من الحركات الأخرى وكان عادة في كل الأحوال ضروروا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا تابويني على تويتر فيسبوك وانستجرام وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبكم في الله اشتركوا في القناة